معلومة كده بسيطة لكل العملاء اللي بتشتري محلات في العاصمة مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة لإدارية جديدة شركة ريل ستيت جايد احنا عندنا دلوقت في العاصمة في منطقة اسمها الداونتاون المنطقة دي منطقة مركزية ولاندو ماركو مش هتتكرر تاني على مستوى العاصمة وهيكون فيها اسواق متخصصة زي سوق الدهب اللي هو موجود جنب مسجد مصر وده يعتبر اكبر مركز ثقافي ديني على مستوى الشرق الاوسط وهيكون هناك كمان فيه اسواق خاصة للازياء والموضة وهيبقى فيه منطقة خاصة لشركات الكمبيوتر والبترول والتأمين يعني المنطقة دي تعتبر منطقة تخصصات ودي طبعا انا كنت شرحتها بالتفصيل في كذا فيديو قبل كده المميز هنا بقى ان حضرتك ممكن تشتري محل في الاسواق اللي زي كده باسعار بتبدأ معك من 4 مليون جنيه وبالتأسيط على 5 سنين و 6 سنين والاستلام بتاعها بيكون خلال السنتين اللي جايين انا طبعا بتكلم هنا في حاجة هي تشغيلها يعتبر مضمون جدا بحكم طبيعي التشغيل المنطقة نفسها وده حضرتك هتشوفه بنفسك لما تنزل الاسواق اللي موجودة في وسط البلد زي التوفيقية والعتبة والموسكي وزي مثلا ميدان الجامع في مصر الجديدة اللي هتلاقي كله هناك محلات دهب فشوف بقى الاجارات في المناطق دي عاملة كامل نهاردة واسعار المحلات وصلة الكامل في المناطق دي اللي بتعدي لـ 20 مليون جنيه وبتبقى كمان محلات زغيرة وطبعا حتى لو في محل تعرض للبيع في مكان زي كده ما بيقعدش وبيتباع على طول مع اعتبار اصلا ان المناطق دي ما كانش متخطط لها من البداية انها تكون تجمع لأسواق والمحلات ودلوقت المناطق دي اصبحت معروفة دلوقت لكل الناس فما بالك بقى بمكان هو متخطط من البداية انها تكون منطقة اسواق وجنب مظارات سياحية مهمة وكمان منطقة متخصصة يعني اللي عاوز يجهز بيته مثلا هيروح هناك وهيدور وهيلقي كل اللي هو بيدور عليه موجود في مكان واحد واللي عاوز يشتري دهب هيلاقي كل المحلات بتاعة الدهب موجودة برضه في مكان واحد فده طبعا بيدلنا انطباع من دلوقتي عن مدى اهمية الاستثمار في المحلات اللي موجودة في الداون تاون بس طبعا دوت مش بيبقى في اي مشروع مهم جدا ان حضرتك تختار المحل المميز والموقع بتاعه ويفضل يكون دور ارضي وطبعا مهم جدا اختيار موقع المشروع واسم الشركة اللي حضرتك هتشتري معاها بس لو حضرتك عموما احسنت اختيار موقع المشروع وموقع الوحدة المميزة فانا بضمن لك ان تأجير المحل بتاعك هيكون بكل سهولة وهيتأجر كمان بقيمة ايجارية عالية وكمان الاسعار اصلا هتتضاعف خلال التلات او الاربع سنين اللي جايين فانت النهاردة فعلا هتبقى اصادك فرصة مميزة جدا وخليك فاكر ان كل ما حضرتك بتتأخر في اتخاذ القرار بتاعك كل ما نسبة الربح بتاعتك بتقل برضو يعني مثلا كل الناس اللي اشتروا من سنتين في المنطقة ديت طبعا بالنسبة لهم الاسعار فرقت كتير جدا عند الوقت ولسه كمان الاسعار هتزيد برضو وطبعا انا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة الادارية بعرب حضرتك بكافة تفاصيل المشاريع والشركات بشفافية تمة عشان حضرتك تقدر تقارن وتختار الانسب ليك اللي يكون مناسب لمتطلباتك وفي حدود الميزانية بتاعت حضرتك وبحيث كمان ان حضرتك تقدر تشتري مع الشركة يكون موصوق التعامل معها في التسليم وفي خدمة ما بعد الاستلام ويشرفني طبعا اننا نتعاون مع بعض رقم يظهر على الشاشة متاحة عليه الواتساب وفيه كمان لينك موجود في اول الوصف وحضرتك مجرد ان تضغط عليه وبيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيه الخدمة دي بتكون مجانية وتشرفوني حضراتكم في اي وقت وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة